نتوسع بالموضوع أكثر يعني العراق وضع مسودة اتحادية نقول لعام عفوا 2021 على أساس سعر النفط المتوقع واللي المتوقع هو 42 دولار للبرمين ما صحة هذا الكلام بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولي ضيفيك الكريم ولمشاهدين قناتكم الكرام يعني صحة الكلام أو من عدم صحته هذا طبعا حسب قانون الموازنة اللي يجينها سمعنا أنه الموازنة تقرأ على أساس أنه 40 دولار للنفط سعر البرمين للنفط طبعا هذا بي مجازفة لأنه احتمال قوي أنه يعني جاء نسمع الموجة الأولى وموجة الثانية وموجة الثالثة فإحنا من القرق لازم نترك فد هامش يعني سنقول للسلامة أنه حتى يعني مثل ما نقول أنه هامش تشاؤم يمون مو أنه تفاولي تحسبا للظروف على أي أساس خمّنوا هذا التخمين يعني على أساس هسا سعر النفط الموجود حاليا يتأملون أنه زيادة لكن احنا يعني الوضع العالمي اللي جاي نشوفه مو شرط أنه يعني قلت لك أنا لازم نفكر المستقبل نفكر بأسوأ الظروف ما نفكر بأحسن الظروف لأنه أصلا على هذا السعر البرميل هو أكو عاجز فأنت إذا خليت الموازنة ونزل سعر البرميل يصبح عاجز إضافي فكون إحنا عدنا خطط تحسبا لأسوأ الظروف مو لأنه شنو هالخطط يعني أهم هذه الخطط يعني أهمها إذا ما صعد النفط سبحانه يعني خلقوا لا سامح الله ورجعنا بانتكاس مثلا اللي مرّينا بيها بالفترة السابقة الحال شنو؟ لا يوجد شيء بديل بالرأيك؟ البديل أنه يعني تعظيم إرادات الدولة الغير النفطية العراق بنهرين من الشمال للجنوب الزراعة معطلة ومهمة لطيلة هاي السنوات الصناعة منتهية المنافذ الحدودية الواردات مالتها ميجي من عندها غير 10% و90% هذر بسرعة النفطية أنت تتعجيشي لا هذا المواطن البسيط شو يقول يعني أنت أصحاب القرار الجهات التشريعية رقابية بيدكم القرار لهاي الأمور أنت تقدرون تفاعلون الزراعة والصناعة والتفاصل إحنا شنو بيدنا؟ هذا بيد التنفيذي الحكومة التنفيذية مو بدلم إحنا رقابة عليهم إحنا رقابة هسا هاي دورتنا جديدة أنا هستونا نصرت هاي الدورة جاي نقول جاي الشخص نقول إحنا الزراعة يفترض أنه تكون إلهي فد خطة وإجراءات إجراءات جدية مو مجرد أنه كلامه بالإعلام أنه منعنا فلان فلان منتوج ما يدخل شخصة النقاط